إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصها الأمة وترك أمته على المحجة البيباء النقية الغراء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا حالك وجاهد في الله حق جهاده وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته وصلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا إباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها المباركون إباد الله القرام فلا تظال نعم الله جل وعلا علينا تتتابع وإحصانه لنا يقصر حيناً بعد حين فما تأتي نعمة إلا آقبتها أخرى يرحم بها إباده الفقراء إليه والمحتاجين إلى أونه وغفرانه وإنآمه فيا لسآدة من أمسك بزمام نفسه في هذا الشهر العظيم المبارك وشمر عن سائد الجد فسلك بها سبيل الجنة وجنبها سبل النار والشقاء فيها ويا لخسارة من سلك بها طريق المعصية والهوان وأوردها موارد الهلاق وأقدب ربه الرحمن وقد يسرت له الأسباب فصلصلت الشياطين أيها الإخوة الأحبة من لم يتو في شهر رمضان فمتى يتو ومن لم يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى يقلع ومن لم يرحب نفسه التي بين جنبيه وقت الصيام فمتى يرحمها ألا وإن شهركم هذا قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل انظروا كيف مر علينا أشرة أيام مر الصهاب في هذا الشهر المبارك الأيام تجره والموت يقرب يقول الله سبحانه وتعالى يكلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ويقول عيداً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ولقد أحسن القائل فياذا الذي ما كفاه الظنب في رجب حتى أسى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره عيداً شهر إسيان ويا باغي الخير أقبل على الصالحات واقتصر ويا باغي الشر أقسل أن الآفام وهجر ولئن كنت تريد مكثرة الخطايا فعليك بصوم رمضان إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ظنبه وإن كنت تريد مداعفة الهصنات فعليك بالصوم فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يداعف الحصنة أشر أمثالها إلى سبعمائة دعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وعن عجزي به يدأ شهوته وطعامه من أجله وإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة السعداء فلا تغفل عن صوم رمضان فقد صبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداء فقال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم وعطي أوزى أمركم تدخلوا جنة ربكم عباد الله الكرام وإن كانت نفسك تتوق للمنازل الآلية الرفيئة فدونك رمضان فقد صبت عنا رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وعاله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وعديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالصوء حتى تكون نفساً مطمئنةً آمرةً بالخير راغبةً فيه وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان وعليه أن يكسر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ولكن الأوقات يختلف بعدها عن بعد فشهر رمضان هو عفدل أشهر الآن فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار فإذا كان الشهر فاضلاً والمكان فاضلاً ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم الصيئات لكن الصيئة دائماً لا تدعف في الأدد لا في رمضان ولا في غيره وعم الحسنة فإنها تدعف بأشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إباد الله الكرام لم يمد من شهر رمضان إلا السلس ولا ظال هناك سلسان وعيداً الليلة القر التي هي خير من ألف شعر رمضان قصير لا يحتمل التقصير وقدومه عبور لا يقبل الفتور مدى سلسه ولن يرجع إن أحسنت فزيد وإن قصرت فعود وكلما تكاسلت فتذكر قول الله عز وجل أياماً معدودات قال ابن عثيم رحمه الله الأشر الأواصد أفدل من الأشر الأول والأشر الأواخر أفدل من أشر الأواصد وتجدون هذا في الغالب مطروض وأن الأوقات الفادلة آخرها أفدل من أولها ويوم الجمعة أصره أفدل من أوله ويوم عرفة أصره أفدل من أوله والحكمة في ذلك والله عالم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت فرقب بفضل آخر الأوقات ألا أولها حتى تتنشط فتعمل الأمل الصالحة يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشقر له على إظم نعمه وامتنانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الأحبة اعلموا أن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من أعظم النعم التي تستحق الشكر وذلك لمن قام بحقه قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله بلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه نعمة عظيمة ألا من قدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاسة الذين تشهد سنان منهم ثم ما تستالس على فراشه بعدهما فرؤية في المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أليس بعدهما كذا كذا صلاة وعدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لعب عدما بين السماء والأرض أخرجه أحمد فالواجب علينا استشعار هذه النعمة واقتنام هذه الفرصة فالمحروم من خرم الخير في رمضان إن فاتته واحدة أدرك الثانية فإن فاتته الثانية أدرك الثالثة ومن ديع الصلاسة فهو محروم واعلموا أن المؤمن يجتمئ له في شهر رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب فعلى المسلم أن يبتنم هذا الشهر المبارك بالقاءات والأعمال الصالحات والإقلاء عن الصيئات أصل الله أن يمن عليه بالكبول ويوفقه للاستقامة على الحق يقول صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال غرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال غرة شرا يرى اللهم اثقنا إلى ما تحب وتردى وجعلنا من من يستمعون الكول فايتبعونا أحصنا دعوت آخر من يتساقنا إلى المستنونة حيث لا يبضونه من مستنونة أو من تداريب بحرشه أحصنا إلى المستعونة لأبد المستعوني بالطبع وثانان ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هكيكا نانسي قنقر 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 شكرا